الهيكل العظمي لجسم الإنسان بينقسم إلى جزءين؟ هيكل محوري اسمه Axial Skeleton وده بيشمل كل من الجنجمة والقفص الصدري وجميع فقرات العمود الفقري والجزء الثاني هو الهيكل الطرفي واللي اسمه Abundicular Skeleton وده بيشمل كل من الطرف العلوي والطرف السفلي ومجموع زام الهيكلين مع بعض بيساوي 206 عظمة بالإضافة إلى عظمة واحدة معبودة تحت الفق السفلي اللي هو العظم اللامي واللي اسمه Hyoid bone زائد 6 عظميات للسمع 3 في كل ناحية أول أجزاء الهيكل المحوري هي الجنجمة الجنجمة بتتكون من 22 عظمة مكصمين إلى جزئية عظم القحف اللي هو كرينيال بونز وعددهم 8 وعظم الوجه اللي هما فاشيال بونز وعددهم 14 الكرينيال بونز 8 هما كالآتي 1 فرونتال بونز اللي هو العظم الجبهي واثنين برايتال بونز اللي هما العظم الجداري واثنين تمبرال بونز اللي هما العظم الصدغي واحدة أكسيبتال بونز اللي هو العظم الخلفي أو عظم الأفا واللي بيكون متصل من أسفل بالسقب العظيم اللي هو فوريم المجمم ووحدة سفنية بونز اللي هو العظم الاسفيني أو العظم الوتدي ووحدة اسمية بونز اللي هو العظم المصفاوي اللي بيكون على شكل مصفا علشان بيكون مليان سقوب أو قنوات صغيرة فيمر منه ألياف العصب الشمي إلى داخل الأنف بعد كده إلا 14 عظمة الخاصين بالوجه وهما كالآتي عظمتين اسموهم نازل بونز اللي هو عظام الأنف واثنين لكريمال بونز اللي هما العظم الدمعي واثنين ماكزيلري بونز اللي هما عظام الفك العلوي وعظمة واحدة من ديبولار بونز اللي هو عظم الفك السفلي واثنين زي جوماتيك بونز اللي هما العظم الواجني أو الخدي ووحدة فومر بون ودي عظمة الحاجز الانفي وفاضل كده عظمتين صغيرين موجودين داخل الانف وهم انفيرو نازل كونكا وعظمتين تانيين موجودين في سقف الحنك واسموهم العظم الحنكي اللي هم بلتين بونز ودول اللي 22 عظمة بتوع الجمجمة بنضيف عليهم العظم اللامي اللي هو هايرد بون الموجود اسفل الفاك السوفلي وستة عظميات للسمع تلاتة في كل جانب وهم ميلياس اللي هو العظم المتركي اللي على شكل المتركة وانكس اللي هو عظم السندان وستيبس اللي هو العظم الركابي اللي على شكل الركاب الخاص بسرج القصام يبقى كده المجموع الكلي 29 عظمة نيجي بعد كده للفاكرات وعداتهم 33 فاكرة ومتوزعين على خمس مناطق منطقة الفاكرات العنقية وعداتهم 7 فاكرات واسمهم cervical vertebra أو cervical spine ومنطقة الفاكرات الصدرية أو الظهرية وعداتهم 12 واسمهم suracic vertebra أو suracic spine أو dorsal vertebra أو dorsal spine ومنطقة الفاكرات القطانية وعداتهم 5 واسمهم lumber vertebra أو lumber spine ومنطقة الفاكرات العجزية وعداتهم 5 واسمهم sacral vertebra أو sacral spine وآخر منطقة هي منطقة العصوصية وعداتهم 4 واسمهم coccygeal vertebra أو coccygeal spine عدد الفاكرات كلهم 33 فاكرات ولكن علشان آخر منطقتين كل منطقة فيهم الفاكرات متصلة وملتحمة بعض فيعتبر عضمة واحدة فكده الفاكرات العجزية هنعتبرها عضمة واحدة ومنطقة الفاكرات العصوصية برضو هنعتبرها عضمة واحدة وبكده يبقى مجموع عظام العمود الفقري 7 زايد 12 زايد 5 زايد 1 زايد 1 بيساوي 26 بقي عظام الجسم اللي فضلين هنقلهم بالترتيب من أعلى لأسفل أول حاجة هي الكلافكن ودي عضمة التركوة بعد كده الاسكابولة اللي هي عضمة لوح الكاتف بعد كده الاستيرنام اللي هي عضمة الكس المتصل بيها الضلوع من الأمام ودي عضمة واحدة فقط موجودة في المنتصف غير بقي عظام الطرف العلوي والطرف السفلي اللي بيكون فيه عضمة في كل ناحية بعد كده الربس اللي هم الضلوع وعدادهم 12 ضلع في كل ناحية يبقى عدد الضلوع كلهم 24 ضلع بعد كده عضمة الهيومرس اللي اسمها العدد وبعد كده بيكون متصل بالعدد من أسفل الألنة اللي هي عضمة الزند والريديس اللي هي عضمة الكعبرة بعد كده بيكون فيه عظام اسمهم كاربلز واللي عددهم 8 عظام وبيكونوا متصلين من أعلى مع الألنة والريديس ومن أسفل مع الميتا كاربلز وبيتكونوا مفصل الرزق اللي هو ريست جوينت بعد كده الميتا كاربلز وعدادهم 5 وبينتهوا بالسلميات اللي هم فلانجيس واللي عددهم 14 3 في كل صابع معادة أكبر صابع اليد بيحتوي على 2 فقط ودي كانت عزام الطرف العلوي بالإضافة إلى عزام القفص الصدري نيجي بعد كده للطرف السفلي واللي بيبتدي بالبلف الجردل اللي هو حزام الحوض والحوض بيتكون من 3 عظمات وهم الإيليم والبيوبس والإسكيم بيتصل بالحوض عظمة الفاغز اللي هي فيمر بون فبيتكون مفصل الورك اللي هو هيب جوينت بعد كده الفيمر بتتصل بالتيبيا والفيبيولة اللي هم الكصبة والشازية وبيتواجد قدامهم عظمة صغيرة وهي عظمة الرطفة الاسمها باتيلا وكلهم بيكونوا مع بعض مفصل الرجب اللي هو نيجوينت وشرحتوا بالتفصيل في كرس الطرف السفلي بيتصل بالكصبة والشازية من أسفل عزام التارسلز وعداتهم 7 عزام وبيتصلوا من أعلى بالتيبيا والفيبيولة اللي هم الكصبة والشازية ومن أسفل بالميتاتارسلز وبيكونوا مفصل الكاحل اللي هو أنكل جوينت بعد كده الميتاتارسلز وعداتهم 5 وبيتصلوا بسلميات القدم اللي هم فالنجيس أوفزا تويز وعداتهم 14 3 في كل أصابع القدم معادة أكبر الأصابع بيتكون من 2 فقط وبكده نبقى تكلمنا عن 209 عضمة في وقت قياسي والمزيد من الشرح والتفاصيل ادخل على القناة هتلاقي كرسات وشراحات كتير كان معكم أحمد شريف ودي قناة المختصر المفيد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر